الراجل اللي عنده قناة على اليوتيوب يعمل ايه؟ ما يعليش برضه عشان نطلع بحاجة الراجل دلوقتي سين من الناس زميل من الزملاء صحفي اعلامي انا برنامجي عندي قناة على اليوتيوب اعمل ايه؟ لو لم يكن له ملف منشأ ضريبة الدخل يسرع للمرية الواقع في مطاقها ويفتح ملف دخل ويوافق اوضاعه في الدخل والقيمة المضافة حسب السلعة او الخيادنا اللي هو بيمارسها او بيقديها من خلال وسائل او المواقع الاختروني المختلف ما ملهاش لا يا رسي محمد انا عندي موقع بقول في ببيعه فيه ببيع كلا بقول بدي نصايح بدي محاضرات بدي تدريب بقول حلقات في الاخبار دلوقتي انا مثلا البرنامج بتاعي هنقله على اليوتيوب ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك رقم واحد تسجل ضريبة الدخل ده رقم واحد سواء هتسجل تحت مظلق قانون واحدة السنة 2005 او قانون المسروعات الصغيرة مية اثنين وخمسين عشرين عشرين وتستفيد حتى بالمزايا العديدة الموضوع فيه ده رقم واحد رقم اثنين هتوفق امرك في القيمة المضافة حالة بحالتها يعني يعني احنا مش عايزين نعمة من كله لازم هيخضع القيمة المضافة حاست خضوع السلعة او الخدمة اللي هو بيمارسها تخضع القيمة المضافة ولا لا تخضع للسعر العام ولا تخضع خدمات مهنية عشرة في المية ولا تخضع ايه بالظبط فهو رقم واحد يساجد لضريبة الداخل رقم اثنين ينظر الى السلعة او الخدمة التي يمارسها هل هي تخضع لأحكام القيمة المضافة او تخضع تخضع لفئة كام عشرة ولا اربعتاشر مش عارف فيه مأمورية يروح لها فيه بحوص ضريبية يستفتيها الموضوع ثالث ومتاح وفيه خدمات طبعية مختلفة المصلحة تنتهيجها